السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دي الجوش في شهر سبعان ترقل عدة أخبار من بينها عملية العبور إلى المغرب الناس اللي قررت أنها تدوز ودخل المغرب عن طريق سبتة المحتلة العبور ديالهم يا إخوان تحول إلى جحيم وتعذيب من السلطات الإسبانية غنوريكم يا إخوان أشنوا مواقع في هذه الفقرة وهات شراكهم جميع الناس اللي مقرر أنها تدير الطريق نعم سبتة تمان ديالها أقل ولكن شوفوا الفيديوهات اللي كانت شهادة ديالة الناس يا إخوان اللي كانت حضرت مما وغن تكلموا كذلك يا إخوان على اعتداء في كريمونة على شاب مغربي عنده 17 سنة عن طريق ربعات المواطن اللي عندهم جنسية هندية كان غذيموتي يا إخوان لأنه الاعتداء كان قوي لولا الأقدار الإلهية الحالة دياله تحسنات أخرج من المستشفى من بعد واحد المدة في الإنعاش بطبيعة حالي إخوان غن تطرقوا كذلك للجنازة ديال برونو المواطن الإيطالي اللي عنده 82 سنة واعتق أطفال جالية المغربية العائلة ديال هذوك الأطفال يا إخوان كانوا حاضرا في الجنازة دياله وكانت واحد المبادرة زوينة منهم غن تطرقوا لي هاكي في ما غذيم شون تكلموا يا إخوان على تغيير فيما يخص قانون دخل المواطنة وبالتحديد القادية دياله رفض عروض العمل يعني النقاش راها كان كتر مؤخرا يا إخوان على العروض ديال العمال والناس اللي كترفض أنها تخدم حيث عند دخل المواطنة لذلك داري واحد التغيير وغنبشون تكلموا كذلك على نقاش سياسي غريب جدا ومضحك في ألمانيا وربما يا إخوان وبعد الناس هذي خليتها كفقرة أخيرا الناس اللي من تمبه هذا الأمر يعني كين اللي غيجيه نقاش لي هو مزيان يكون وكين اللي غيجيه يدخل الصحة ديال ألمانيا في الحياة الشخصية ديال المواطنين ولذلك غنطرقوا لهاتشي وأخبار أخرى وكيفما العادة كنبغير شكركم جزيلا شكرا على الدعم ديالكم للقناة وشكرا مزاف الناس اللي ما كتبخش على القناة بلايك والناس اللي ما مشتاركاش اشتركوا باش قد توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذه الفقرة غنتكلموا على العملية ديال العبور ديال الجالية المغربية العملية ديال العبور لما المفترض أنها تكون عملية سهلة وسهلسة إلا أنه بالنسبة للجالية المغربية اللي اختارت مدينة سبتة المحتلة باش دخل المغرب تحولت إلى عملية جاحيم تحولت إلى تعذيب لأنه ذك الشي اللي كيدوزوا به الجالية المغربية حاليا راه كيعدبوا فيهم يا إخوان بكل ما تحمل كلمة من معنى والسبب ماشي السلطات المغربية السبب يا إخوان هو الارتباك والرعونة ديال السلطات الإسبانية وبالتحديد ديال البلدية ديال سبتة المحتلة لأنه كيف ما غدي تشوفوا معاي إخوان هنايا هذا الممر ديال الجماريك اللي كان في الفنيدق كتخرج من سبتة كتدخله كان فيه سبعات الممرات كان الرجال الشرطة ديال الجماريك كيكونتروليوا الباسبورات كان الشرطة يا إخوان القوات المساعدة المغرب ضابط أموره بساعد العملية مرحبة وضابط جميع أموره باش العملية مرحبة تكون غادا عشرة على عشرة وهذا الشياء إخوان خاصنا نعتارفو به لأنه من ناحية المغرب ما كين حتشي مشكل المشكل كيف ما قلنا يا إخوان من ناحية الأخرى هو أنه خدام بمعبر واحد يعني كدوزي إخوان طريق وحدة هي اللي يخدام بها في حين أنه المغرب خدام بسبعة وداروا قانون جديد اللي كيخلي أنه جميع السيارات خاصة من يسجلوا المطريكول ديالهم ويتسننوا العطوريزاسيون تخرج لهم وهذا الشيء يتطلب وقت كبير وكيفرض على الجلية المغربية أنها توقت تسننى تحت الشمس الحارقة أتمينة ديال التذاكري إخوانا راهو لا تحلق في السماء ولا تكتر مع الطيارات إخوان الأتمينة رواية الإيرماروك ليهي ديال الدولة والتي خاصة تدير أتمينة مناسبة للمواطنين راه عير الآلي بوحده في بعض الخطوط في بعض التواريخ راهو وصل لـ 500 أورو أما هذوك الناس إخوان ديال باطو راه ما نتكلم مش عديم نهائيا هذوك راههم جهله ولذلك راه كنتكلمي إخوان على ارتفاع صاروخ ديال الأتمينة هذا الشيء يجعل أنه بزر ديال الناس كتبشي وكتدير الإختيار ديال الطريق كتقول في الطريق سوف ينوفر وفعلا كينواحد توفير المئات ديال الأرووات الناس كتبشي عن الطريق شوية تمارا ولكن على الأقل كتبشي وهذا الغلاء الأسعار هو اللي خلال الناس كذلك تبشي للميناء ديال السبتة لأنه كما غدتشوف معاي إخوان رحلة من الخزيرات للسبتة نهار ربعة في شهر سبعة جوجة الناس كبار وثلاثة صغار وكذلك سيارة ثمان مئة نسق هذا هو الرخيص في حين أنه نفسي إخوان ناس نفس السيارة كل شيء هو هذك من مدينة الخزيرات إلى مدينة طنجة تلتمية وواحد هذا هو أرخص ثمن لذلك كين مئة أورو ديال الفرق إخوان وهذا الشيء يجعل أنه الجانية المغربية كتبشي وكتختار مدينة السبتة ظنا منها أن العمل ديال العبر سيكون سلسة ولكن إخوان كيبشي وكيت بلوكه في واحد الباركينغ وكيبقوا تميل مدة ساعات مع العلم أنه في مدينة مليلية الأمور أحسن وأحسن بكثير المدينة مليلية الأمور عندهم غدا سلسة والناس كتدوزوا الجالية المغربية يعاطينها الأسبقية لدرجة أنه المقيمين في مدينة مليلية المحتلة منين كيبغوا يدخلوا للمغرب كيبطروا الصف بوحدهم يا إخوان وكت تعطاي الأسبقية الجالية المغربية وهو ما خرجوا في شي فيديوهات كيشة كيبلي لأنه المغرب كيعطي الأسبقية للمغربة لذلك في مليلية الأمورها واضحة أما فيما يخص إخوان السبتارة المشكلة وشوفوا معي هذا الفيديو لكي فهموا أشنو كانوا واقع البارح ماشي السيمانة لذازد البارح هايا الكولا عمل لكم قصيرا نوري لكم غير شنو كاين ديومة جمعة واحد في سبعة هايا الفيلة اللي كاينة هايا الفيلة اللي كاينة هايا مكينة 300 400 500 600 ما عارتش حال من طوموبيل كاينة هايا هاد الشي كامل ماجي بصراحة الله المغاربة هنتم قد تشاهدون ديوانة خاوية دينا السبتات طريق خاوية ولكن المغاربة كيقولون لهم قوزونا عاشرة كيقولون عشرة طوموبيلات كيبقى جز ساعة وكيقولون لهم قوزونا عاشرة وعيبة طهنة كاتتتقلا يعني ما مشي هايا ما قلتم مشي حنا جيران عاد وصلين الفيلة حتى الان هنا ها شوف فيلة هادي كاملة فيلة بطبيك هالي اخوان كما تشوفوا معايا يعني الباركينج عامر كامل وهذو كل الناس كيبقى وتحت الشمش من نهار كامل وما كينش كيف ما قلت لكم حتلمة والميرحة هادي اخوان يالله داروا يعير هادي ايام قليلة هادي لذلك كنت تكلموا يا اخوان على مأساة حقيقية السبب كيفما قلنا هم السلطات الاسبانية ليه اخوان متهاونة الواحد درجة كبيرة بززاف انا ما عرفتش واش متهاونين لانه ما عندهم مش فعلا الامكانية انهم يجيبوا يا اخوان قوات مساعدة و اديروا اكثر من ممر و الله تتكلمو اور إيسباني ما كانت تكلموش على واحد بلدي اخوان lehwa من القارة吾 في لفعل فقور في الزاف او انه كيدلوا هات السياسة لانه نفس الشركات اللي كيدلوا الرحلات من الخزيرات الى السبتة نفسهم نفس الشركات اللي كيدلوا الرحالات من الخزيرات الى طنجة نفس الشركات عندهم خطوط مختلفة يعرف هو الخط اللي كيدل لإزبانيا ارخص بمية اورو واللي كيدل المغرب اغلى بمئة أورو وربما يقدر يكون فيه الربح أكثر أنا ما كنظرش أنهم غايكونوا تتافقوا معهم يخوان بشي عذبوا الناس ولكن عندي تساؤلات علش إسبانيا يعني كنت تكلموا على بلد أوروبي علش دير عير معبر واحد ومخلي الناس تسنل مدة ساعات شوفوا معايا شهادة أخرى السلام عليكم شوفوا إحنا دبوا هنا في سبتا شوفوا على حالة فيها من الصبح وإحنا منشورين هنايا الربعات السوايع ومخلينا هنا يتواحد ما كي يهدر معاك ما فهمت شون هذا الحالة داري الجالية رفص هنا بوليداته الله إلا وليدتنا عيو بالبكاء نعسو بالبكاء كل شي هنا يشموشات مكين يحترفين شربوا الماء مكين تشي حاجة والدوانة خاوية ومخلي الناس هنا يمكرفسين وهنا يا إخوان المواطنين المغاربة يحاول أنهم يتكلموا مع السلطة الإسبانية ولكن كيفما تشوفوا راه يعني ما كين تشي واحد في الدوانة يعني لا موضافين لا قوات مساعدة في حين أنه في مدينة مليليا هل أمور كيفاش غادة؟ راحنا اليوم دركي بالحدود المغربية سوف يدخلنا الحمد لله كينها واحد جوش ثلاثة ربعان تعالخطوط اللي كان يقولنا غير واحد كينها ربعان تعالخطوط الحمد لله ورا كين مرونة في السلولة يعني كانوا فوتوا في الساعة تبارك الله حنا ريدنا في ذلك الباركينغ مع السبعة هاي يدركي رها السبعة ونص تستميق الأقل الأربعة ونحن لدينا 21 دقيقة والنساعة ولله الحمد راحنا فيهاتين كل شيء راح مليح كل شيء راح يزين ولذلك إخوان كيفما كتشوفوا معايا الناس اللي كتتكلم زيان على مليليا راه كتير والناس اللي كتتكلم على السبتة بالخيب راه هاي هي اللي كين لأنه كل شيكي الشاكي في حين أنه اللي بغي يعرف الفرق ما بين سبتة ومليليا سبتة راه قريبة من طنجاء بحركة نزل في طنجاء ما كينش فرق كبير بزاف يعني الناس اللي ساكنة في الغرب قنيه طرار رباط ضاربيضة خريب بني ملال كل هم يقدروا أنهم ينزلوا في سبتة بحل نزلوا في طنجاء أما مليليا راه قريبة من ناظور يعني ربما تكون واحد الحل مزيان الناس اللي ساكنة في الشمال والشرق دين المغرب ولا يعني فتازة ولا قرسيف ولا توريرت هذو ناس اللي قدروا ينزلوا متنم في مليليا أما الناس اللي ساكنة في الغرب أما الناس اللي ساكنة في الغرب وليس لذلك يا إخوان اختيار في الآخر يبقى لكم وش تخلص 100 أورو أكثر و تبقى طنجاء و تخرج في حالك دغياء أو أنه تبقى مجدود في هذا الباركينج اللي عادة بي إخوان لمدة ساعات طويلة وربما هذا الشي إخوان كنت تمنى المشكلة يتفك هذا الشرع كينده بحاليا وكل بارح وكل يومو والعطلة يالله بدات الناس يالله بدات فما بالك بالأيام اللي من بعد ومنها سيقرر بي إخوان وشهر 8 يوصل نتمنى أنه الأمور تبقى يا إخوان وتصلح سريعا يا إخوان ستكلموا عن هذا التطبيق اللي هو طاب طاب ساند حتى بكين الفترة دي اللي عيد كثير من الناس ستصفت فلوس ولذلك هذا التطبيق رأى منك ترسل الفلوس إلى المغرب لا تخلصت شيئا بل بالعكس إذا كنت أول مرة ستستعمله إذا استعملت واحد اللي ستعطيك ممتاز يكفي أنكم تكتبوا فلاب ستور يعني طاب طاب ساند تنزلوا هذا التطبيق لوقات اللي تفتحوه وتلقوه بحل ماهوكا ستدير ريجيستراتي من بعد إخوان ستكتبوا اسمية وكنية ديالكم ستكليكوا على افانتي ستديروا الإيميل ديالكم والباسورد اللي ستدخلوا بها ومن بعد ستدير نمر التليفون ديالك اللي ستوصل لك فيه واحد الميساج ستدخلوا وستدير أفانتي من بعد ستختار الدولة اللي بغيت سافتليها المغرب مثلا وعندهم كيفما قلنا الصرف مزيان لذلك ستكليكوا آيون كودي شاميكو ستدير أوكي وسيطلع لكم صورة بحل هذه ستكتب أخبار وسيعطوك 51 درهم خمسة أورو إلى صيف التمية وسيعطوك مية وخمسة لذلك الشخص الآخر من غير الصرف كل شي ستزادوا 51 درهم والفلوس يوصلوا في الحين ويستطيع إطلاعهم الفرد من العائلة من كاش بوليس اللي كان في المغرب كامل في كسر من 2000 مكسب ستدير الشخص اللي بغيت سافتلي ستدير أدجونجي ديستيناتاريو ستدير ستدير سمية وكنية صحيحة والنمرة ستدير سمية اللي كانت في الكارت اللي بغيت سافتليها النمرة ستسكادي والأرقام واللور ستدير سيوصل لك كود في الكارت لكي تستعملهم لا بد من يوصل لك واحد الكود او انه تدير البسط ما في البنكة على حساب كل واحد وكيف يستعمل كارت ويقول لك في الأخر ما سيوقع مثلا أنا سافت 150 ستزاد 5 أورو لذلك سوف يكون سافت 155 والتي ستوصل بي الشخص هو 1584 أو صفر في الكوميسيون يعني ما خلصت حاجة من سافت الفلوس وهذا هو المهم ستدير انفيا ومن بعدك يقول لك بل أنه سافت لك الفلوس ستدير لديك إمكانية أنه تكون فيديو الكوديج يعني تسافتو بارتاجيه مثلا في الإنستغرام أو مثلا في الواتساب أو في التشاط ميسنجر وهكذا لذلك الاستعمال سهل للغاية وكنتذكركم دائما بالكود وهو أخبار مكتوبة بهذه الطريقة يا إخوان سهلة ستسافدون من 50 درهم فهذا الفقر يا إخوان ستطرقوا سريعا الجنازة برونو بادوفاني المواطن الإيطالي اللي عده 82 سنة أربعة أطفال مغاربة اللي كانوا غادي غرقوا والحمد لله التدخل ديالو يا إخوان التدخل ديال الناس أخرين خلا أنه هاد الأطفال يبقوا على قيد الحياة والثمن ديال هذاك العمل الباطولي ديالو كان هو الحياة ديالو وكذا ما كتشوفوا معايا صورة من الجنازة اللي كانت اليوم في مدينة نغارة اللي كان حاضر لها أول الممثلين ديال البلدية ديال نغارة لأنه بادوفاني كان ديال جاي إخوان داخل في المجلس ديال البلدية السنوات الماضية وكان سياسي في حين أنه جاء كذلك ممثل ديال البلدية ديال رافينا لأنه البحر اللي توفى فيه أراكين في مدينة أو في البروفينشا ديال رافينا كذلك إخوان منبيل الأشياء اللي خلاتني أني نتطرق لهذا الخبر هو العمل اللي قمت به العائلتين ديال الناس اللي كانوا عندها هذو كربعات الأطفال اللي تنقضوا قمت بلافتات وكذلك ستريشوني سيد لعطى الحياة دياله من أجل إنقاذ الأبناء ديالهم بادرة اللي هي جد رائعة ستعطي ميساج قوي للعائلة ديال برونو وكذلك المؤسسات ديال البلدية اللي كانت حاضرة وكذلك هو عمل إنساني كبير بزاف لذلك وحاجة أخيرة وكيف ما قال لصي السوري ديال المدينة قال لا يوجد شيء الوقت لقي كل واحد مستساعد أنه يفقد شيء عزيز يعني ما كان شيء وقت لغا تقول أنا مساعد نفقد واحد السيد ولكن قالوا برونو كان صحي وعرف بلا أنه الوقاية اللي خاصتوا يدخل فيها باش ينقض الحياة ديال الأطفال هي الوقاية الصحيحة والدخل وإحنا هيا قد نبقوا نتذكره دائما فهذا الفقرة يا إخوان سنتكلموا عن ذلك الشيء اللي وقع لواحد المراهق مغربي اللي عنده 17 سنة في مدينة كريمونة واللي يا إخوان والحالة دياله كانت خطيرة للغاية لأنه هذا الشيء وقع نهار السوء وعشرين في شهر ثلاثة يعني كنت تكلموا يا إخوان على واحد تلتشور على الأقل كانت وقعت هاد الواقعة والتحقيق سلعير هاد الأسبوع ولذلك الكوريال دراسيرة كيتكلم على أنه وربعة الشباب أصديقاء كان من بناتهم هاد المغربي اللي عنده 17 سنة وواحد البنت وجوج ديال الأصديقة أخرين دراري ولذلك إخوان كانوا قالسين في أحد الجريدة اللي كينف بياتسا روما ديال كريمونة غايكونوا قالسين في هاد الجريدة في أحد الكورسي ديالها إلا أنه في أحد اللحظة هاد الشاب اللي عنده 17 سنة كانوا واقفين إخوان كيدوا مع الأصديقة ديالون أصديقة قالسين في ذلك الكورسي هو كيشوف شكو اللي جاي من وراهم وكيدير ليم حركات بيدو باش يهربو شوية غايبدي يغوتو غايهربو كاملين إلا أنه هو اللي عنده 17 سنة غايش دوه إخوان أربعة الرجال وغايبقوا عليهم بالعصب الهراوات وكذلك بالسكاكين يعني وجوي إخوان خسروه لي وضربوه كذلك في الرأس والحالة دياله كانت خطيرة غايجي الإسعاف غايديوه السبيطار غايديوه لي واحد العملية الجراحية على المستوى ديال الرأسي إخوان اللي كانت عملية صعبة ومن بعد غايديوه إخوان الغرفة ديال الإنعاش لأنه هذا الشيء يوقع كيفما قلنا نهار 26 في شهر ثلاثة تحقيقة للدارس كانت تحقيقات جد صعبة ويالله السالات وتم إيقاف ربعات المواطنين عندهم جنسية هندية عندهم ما بين 18 سنة و 30 سنة والتهمة اللي توجهت لهم هي التهمة ديال محاولة قتل زيادة على تهمة ديال تهديد الخطير بطبيعة الحالي إخوان اللي كان هو أنه هذا الشيء كامل علاش لأنه على حسب تحقيق لدارة شرطة الإيطالية تبين بلا أنه ساعات قبل ما يهجموا على ذلك الشاب المغربي اللي عنده 17 سنة وكانوا غيقتلوه كان عندهم واحد خلاف باسيط يعني عرت خاربيقة وهو موقع وحاضينه ومتبعينه لوقيته اللي بشر الجريدة هجموا عليهم ثلاثة هاربو وهو حصل مسكين ولذلك بقوا عليه بالعصاء حتى كانوا غيقتلوه والشرطة باش توصل لهم شافت الكاميرات اللي كان في الجريدة اللي كان في الأحياء اللي قراب داروا الجهد دياله وكانوا واحد تحقيق اللي هو يمعقد بزاف السامعوا كذلك الأصدقاء دياله السامعوا الناس اللي عنده دراية بالموضوع وطبيعة حالي إخوان قدروا أنهم يتعرفوا عليهم لقواهم ساكن في البرومينشة الكريمونة وحاليا رأيهم شدودين في الحبس من بين الأشياء اللي الذكرات يا إخوان اللي قالت الصديقة اللي كانت تقال سمعهم قلتني محنا ذلك النهاريات كنا في الجريدة بحل أصدقاء قالسين كندويو هو كان واقف والناس كنا جائزين ومن وراعنا لا تملك اخوان هنا كان يقدر النيه لأنه كنا يحصلون لنريدنا جوال حيلة غير وقالنا محنا كنا كنا اخوان رغبت وقالت لهم قد نسمع الصوت وقالت نريد لكني لم يستطente قمت بحاجة قمت بحاجة وقالت المساعدة وقالت لأو primvere في العيد ويجب كنا في الزج luck كنا في تولا لذلك وفضأت للإسعاف والدول السبيطار ودعوا لي عملية جراحية التي كانت جدا دقيقة ومن بعدها اخوان عناية المركزة وحاليا هذة ربعت الهنود اراهم في السجن وكيواجهوا تهم لي هي تقيلة كيفما قلنا محاولة قتل وكذلك التهديد لانه روقيت المغربي كان في الانعاش وهم ماش يحبسوا اخوان هذة الهنود مشو كيقلبوا على الدلالي الاخرين ومشو عندهم وهدوهم بالقتل وهذا كشير شطعتهم التهمة ديال التهديد الخاطر ولذلك هذ الشاب المغربي حاليا رأى الحالة دياله الصحية كيفما تقول الصديقة دياله فهذا المقال تحسنات ورأى الأمور عندهم زيانة وكنطلبوا الله يشافيه والله يديد الشيو ديال الخير فهذا الفقرة يا اخوان ستكلموا على واحد تغيير اللي سيكون صغير ولكن مهم في الدخل المواطنة الرادي تريد شطة دينانسا هذا القانون الذي درته لحركة خمسة نجوم ولكن اليمينيين يا اخوان كيفما نقول لكم دائما كيحاولوا انهم يصعبوا حاليا لانه ما عندهمش الامكانية بشكل يحيدوه ولكن رأى الوعود ديالهم الانتخابية هو انه الى طلعو غيحيدوا هاد الفلوس يحاولوا انهم يعطيهم الشركات بجدير استثمارات او انهم بالفلوس دياله ينقصوا الضرب على الشركات هكا غيزعموهم انهم يخدموا الناس لانه وبكل واقعية يا اخوان بلا نفاق دخل ديال المواطنة ساعد العائلات اللي هي فقيرة كوحد الادات اللي هي ضد الفقر اما فيما يخص سياسة ديال الشغل رأي اخوان فاشل دارع ديال هاد القانون لدخل المواطنة لانه دخل المواطنة عند وجوش ديال الاهداف اولا يحيد الناس من الفقر ويعطيهم اعانات وتانيا يلقى لهم خدمة ويدخلهم لسوق الشغل ولكن في النقطة التانية اخوان رافشل وقلال الناس اللي خدموا بدخل المواطنة بالسيستم اللي دير الدولة لذلك القانون الجديد هو انه احزاب يمينية تقدمت بطالبي اخوان من اجل تغيير هذا القانون وحطت بالله انه احتلوا في فرطات دين الخدمة لواحد البريفاتو يعني واحد الشركة خاصة كتعطيهم لواحد المواطن وكيرفض هذه الشركة غادي تعلم تشانترو ديالليمبييغو بالله انه المواطن فلان فلان فلاني عرضنا عليها الشغل ورفضه وفي هذه الحالة هذك الرفض غادي تحسب غايولي واحد من هذك الجوج اللي هما هي حالين كيرين في القانون عندك الحق ترفض المرة الاولى والمرة التانية الى رفضتي المرة التانية كحيد لك دخل المواطنة ولذلك سابقا كانت كتدخل عير تشانترو ديالليمبييغو يعني عير هذك المركز اللي كيلقى اخدم الناس هو اللي كيتحسبو الوفيرتات دياللي حالين حتى الوفيرتات اللي غايعطيهم لك واحد الشخص اللي مداخلش اصلا في التشانترو ديالليمبييغو وشركة خاصة اللي عير تكون عرضت عليك عمال ورفضتي بطبيعة حالي اخوان هذ القانون ده بحالين ارى باقي ما تطبقش لانه هو الوزير ديالشغل ما زال خاص يكسب القانون وكيفاش يعني تم اتبات بلا انه هذ سيدره رفض وبلا انه كانت واحد الوفيرتة وعدة مسائل اللي هي تقنية بطبيعة حال هذ القانون ده كذلك بالاصوات ديالحزب الديموقراطي والاصوات ديالحزب الياساري ديالرانسي في حيل انه الحركة خمسة نجوم رفضات وسمعون هذر اللي قال كونت يا اخوان الرئيس ديالحزب قال لهم ما انقضروا قلوب لانه الناس الى رفضات الخدمة اراها رفضاتها والسبب هو دخل المواطنة لانه المواطنين يقلبوا على خدمة نعم ولكن المواطنين يقلبوا كذلك على اماكن عمل اللي تكون فيها الجودة ولذلك كيفاش هذ المواطنين غيقدروا بنيوحياتهم باقي كونترات ديالالعمل اللي هي ما فيها الجودة وكتكون صغير ومكتخلصوش فيها الناس بزاف ولذلك كنت سأل انا يسوأل عندي عاد كونت وليطاح ليه في بالي من قريت هذ الجمل وش من الاحسن انه الواحد يبقى ياخد خمسمية سبعمية ولا ثمانمية ولا آلف او انه يمشي يخدم على الاقل الى خدم يقدر انه ياخد كتر ويبني مستقبل احسن اما لابقى دائما كيرفض لانه حيث عنده دخل المواطنة كياخد فيه خمسمية ولا ستسمية اش من المستقبل غادي يبني يعني هو كيتكلم عن المستقبل ولكن دخل المواطنة ميمكش انه يكون مستقبل لانه ندروح نوحد الشخص ولوحد العائلة اخذاته ماذا قدت تاخده؟ 18 شهر في 18 شهر وكيسالي يعني ما بقاش عندك الحق تاخده يعني من بعد السنين ولذلك اراه ماشي هو المستقبل وفي نفس الوقت احتى من الناحية الى الكونترات اللي كنت تعطيه حاليا اراه كونترات يا اخوان خصوصا في الجنوب ليورتالها يعني الحالة اللي تشهرت بزافة هاد الايام هي ذي الواحد الفتاة شابة ايطالية اللي كانت دارت واحد الفيديو في التيك توك ولكن من بعد بشات الجميع الصحف الايطالية وجميع البرامج التليفزيونية وتكلمات لانه تصل به واحد السين عنده ريستورا وعرض عليها خدمة سيام في السيمانة كتخدم في الصباح وفي العشية ونهار السبت النهار كامل عند الراحة عير يوم الاحد بشحال بمئتين وتمانين اورول الشهر عرض عليها سبعين اورول السيمانة ولذلك الوقات اللي رفضات قال لانتوما الشباب دياللوما موقاش عندكم الرغبة ديال العمل ولذلك النقاش اللي كان يحالين في ايطاليا هو انه اول الناس اللي كتعرض مناصب ديال الشغل الخلاص يكون عندها ناقص وضعيف والكونترات حالتهم حالة والنقطة الثانية اللي كتشكوا منها الناس اللي عندهم الكونترات وابغين يخلصوا الف وخمسمية الف واسمية وانا كنشوف بعض مقالة ديالش يوحدين يقولك انا بغنعطي الف وخمسمية وما كنلقاش علش لانهو الاغلبي ديالهم عندهم دخل مواطنة وتيقولك اللي خدمني في النيرو بطيب يتحلي اخوان النقاش اللي هو يعاقيم يعني ما عدو فيني خرجنا اللي بغي يخدم رغا يخدموا اللي بغي يكمل حياته يعني كيعول على دخل المواطنة اراه ممكن انه يكون واحد الاذاة اللي يتعاونك في واحد المرحلة اللي يتديز بواحد المحنة هذي راه ما فيها شك ولكن باش اللي واحد يعاول عليه الواحد المدة طاويلة ويترخة اراه من الاحسن اللي يخرج يخدم على انه يبقى يخد ادئانة اللي هي صغيرة وصغيرة بززاف مقارنتين بذلك الشرية تقدر تربحي اللي بشي تخدمتي او اللي بشي مشروع فهذا الفقر يا اخوان غنبعدوا شوية من ايطاليا وغنبشو الالماني اللي فهو واحد النقاش اللي نوعا ما غريب ومضحك ولكن في نص الوقت نقاش اللي على حسب الكثير من الناس نقاش مهم امزيان انه يكون اللي كي تناقش عليه حالي بواحد الكثرة بزافي اخوان هو شحال المدة لخاص المواطن الالماني يستغرقها تحت المياه لذلك اخوان نقاش غريب بزاف ديت الناس كي تقولك او دي هادرها يدخل الصحة اشجب الحكومة في هاد المواضيع وكي اللي كيتكلم على هاد الموضوع وتيقولك اللي خاص نحس المواطنين الالمانيين باش يقولوني ونقصوا من الوقت اللي كيدوزوا في التدواش لكني اخوان هو انه هاد الناقاش باش نعطيكم فكرة مشارك فيه الوزير دي الاقتصاد لي هو في نفس الوقت نائب الرئيس دي الالمانيا وكذلك رؤاسة لبعض الجهات وكذلك نائب رئيس البرلمان الالماني ولذلك بزاف ديت الصحف وكذلك ديت ناس كيتتساءلوا واش ممكن انه حكومة دخل في الشؤون الخاصة دي المواطني بها الطريقة واش بامكانه انها تعطي نصائح في هاد الشي حت يعني قوانين ما يمكنش لها انها تديرها اقصى حاجة ممكن تدير هي نصائح وكي اللي كي يقولك لن تكلموا على هذا الموضوع ولي انه حاليا كين مشكل دي الغاز وكين مشكل دي الطاقة ولذلك المال اللي غايدو وشو بيه الناس خصوا الغاز باش يسخن والغاز راك نجيبوه من روسيا روسيا حاليا فيها حرب وحنا ديرنا لعناها عقوبات نقصات علينا بزاف دي الغاز اللي كنجيبوه من عندها وربما تقطعوه ولذلك غنو نوليف واحد المشكل الكبير الوزير دي الاقتصاد قال ليهم احنا هي 80 مواطن الماني ومعن خاص ننتحده احنا ب80 مليون كامل بينا باش نغيره السياسة الطاقية دينا ولذلك النقاش اللي كين حالين في ألمانيا وخاكيجي الامر غارب وانا كالقرف هاد المقال اضحكت شوية كيجيك امر غارب ولكنش حال مده الزمنية اللي خاص الواحد يستغرق و هويا كيستحمم طيب يتحال قال ليم انا كان عندي واحد لهضر مع الزميل ديالي وزير الاقتصاد الهولندي وقال لي يبلله انه حنا كحكومة نجحنا في السياسة اننا نقنعو المواطنين الهولنديين انهم يقلوا من المده دي الاستحمام وكانوا يستغرقوا عشرة دقيق في الاستحمام في المتوسط يعني كدروا دراسة دينامي اخوان حاليا عن خمسة دقيق قال لي ان وقيت اللي قال لي هادك الوزير الهولندي هادشي انا شدتني اضحكة وهادشي يقول في الوزير الاقتصاد قال ليم علاش لانه انا في حياتي كاملة ما عمرني مدووس خمسة دقيق و انا كندوش دائما اقل والصحف الالمانية كتتكلم على جوش دقيق في حين انه نائب رئيس البرلمان الالماني قال ليم انا ما سوقيش شحال وازية دي الاقتصاد كي يستغرق في الدوش قال ليم انا ما كنشتش المكان وانا كندوش قال ليم كان مقاتحة لما كندوش حتى كنسالي ولذلك اخوان من البعد راكيبان واحد النقاش لي هو يتافيه ولكن ارا عنده الاسباب ديالو في حين انه بعض الصحف المشهورة كتهاجم على الحكومة الالمانية لانه كتدخل بواحد طريقة خيبة بزاف الخصوصيات ديال الشعب ديالها والرئيس ديال الجهة ديال سالسونيا تيقول بلا انه انا ما كنقلش بزاف الدوش ولكن في نفس الوقت ما عندي شي ماكينة الكترونية باش نوفره كتقطع لي الماء يعني الوقات اللي كنطول ولذلك ارا كل بلادي اخوان وكتلغي بالغاها هاللي كيتكلم على غلاء الاسعار هاللي كيتكلم على الجنسية وهاللي كيتكلم على شحال ديال المدة خاص الواحد يدو وزاف الاستحمام